بتكلم عن الروهوكتان. حاضر حاضر الروهوكتان هذا يا ي 911 сорيان مهم لان كثير منكم الاسم هدفين يأخذون الروهوكتان والديقرة والتحالك مراجعات وهل لم يعرفون انه ي Ellis بحاجات هناك تواجهات التفاصيل عن الروهوكتان بمثال تح Stanzash take 10 seconds مثال الحياة clocks opposite 10ies مراجعتها بعد العام فامكتعきた 10eme يعني تأخذ 10 ح بعد default 60 يوم بدون علاج لا تقسم العشرة على 20 يوم مثل شهرين 60 يوم عفوا تقسم العشرة على 60 يطلع تاخذ حبة كل ثلاثة أيام في يومين ما تاخذين حبة يوم تاخذ حبة يعني يومين طوفين ويوم تاخذين حبة لما تجي ومراجعتك ما يستخدمين الوقتها مرة واحد توقفين لازم تقسمينها عشان تقومين تعطين نفسك تعطين نفسك تعطين نفسك أو تصبيرها على ما يجي موعدك عرفت إلا موعدها بعد شهر عندها 15 حبة تاخذ حبة يوم وترك لما يجي موعدها لان الوقت هذا موعد كلها نلغت مقشرات الوج كم يوم نحط وتوخر عن مقشرات الوج على حسب استخدمي مقشر حطي مثلا مرة كثلت أيام لما تعود بشرة استخدمي بشكل يومي أول ثلاثة سابعة أو أول شهر يحطيه ساعة وغسليه بعدين خليه ونامي فيه لازم تعود البشرة عليه دكتور نستعمل تراليزال زينا تنراليزال تنتراليزال تنتراليزال ما أعرفه دكتور الله يعافيك ولدي بيعرس ضع السؤال الليزر يصلح الوجش؟ لا الليزر ما يصلح يخرب الوجش الليزر تقصدين الليزر زيلاة شعر يخرب الوجش على حسب ما الليزر تقصدين حق الحفر؟ نعم انت مضطرة تأخذين حق الحفر فيفرق السلام عليكم السلام البشرة الدهنية دكتور بعد التقشير مرطب البشرة الدهنية أي كريم بالماء يعني حلو أي كريم بالماء بيو ديرما عندهم مثلا بيو ديرما هايدرا زين حق البشرة الدهنية بالماء ما في زيوت ما في دهون فما سك المسامة خمول وصداع بالليل عندي نقص فيتامين دال عندك خمول وصداع وتقول عندي نقص فيتامين دال يعني شخصت نفسك الفيتامين دال النقص فيه ما يسبب خمول ولا يسبب صداع ما يسبب خمول ولا يسبب صداع طبعا هذا موضوع مو عنده طباء الجلدية عند طباء الغدد الصماء هم يفيدون اش اكثر يعني وما حبفتي في غير تخصصي لكن لازم تشيك ان الخدد رقية تسوي التحليل وتروح حق طيب ودد صماء والله قالت الله لا يسامحك الله يستر ما كملت بس ان شاء الله شي على طريق الله يسامحك في واحدة كاتبة تعليق لي تقول لي لما تكلمت مرة فاتت عن تفتيح لرقبة وتقول يعني نفس الكلمة يعني الله لا يسامحك استخدمت لترايلومة وبقمنور قالت لي هو مقشر انصح فيه دايما على الرقبة وحرق رقبتي ترى بحياتي ما اقل استخدموا كلمات تفتيح وتقشير على الرقبة بس في ناس يشوفون النصايح ويقولون شغلات على الطائر على الطائر يعني قاعد تسوقون السيارة ويطالعون فيمشؤون على علاجات وهم مو سامعينش الموضوع أنا بحياتي ما اقلت ساستخدموا مقشر تفتيح على الرقبة دائما اقول قلوا له سكريات صال لي سنين وانا اقول لكم قلوا له سكريات بس رح تفتح الرقبة لا تسخدمون تخشير الاخت الكريمة المحترمة رايح حطة كلمات تفتيح وتخشير على الرقبة وحارق رقبتها وجايات لني تقول لي والله انت يالي اللي أنا ما قلت أنا ما قلت الرقبة ما نستخدم للكلمات تفتيح هذا الكلام قديم زمان قاعد يقوله وقلتها وحتى امس قلتها فارجوكم البعض او القلة اقروا عدل وانتبهوا بعدين روحوا عالجوا ما يصير يعني تستخدمين يعني علاجات علعمات او سامع على الطاير وتجين هنا تشكيل لنا يعني احنا قاعد نوجه وقاعد نشرح وبدقة وتلاحظون كثير من العلاجات قاعد يكررها يعني قاعد في اسئلة كررها لان التكرار احيانا يعني يثبت المعلومة عندكم فهذا الهدف من التكرار احيانا مو مو نجاوب خلاص والحمد لله الحمد لله غالب منكم بصراحة يعني ما شاء الله كثير اقارة تعليقات واسئلة يبين على فهمكم للعناية في البشرة والشعر يعني ما شاء الله كثير منكم والله يصلحون حتى يصيرون يعني يصيرون خصائيات في البشرة والشعر ما شاء الله يعني يعرفون ويستخدموا أسئلتهم ممتازة وفاهمين وعارفين وماركات وعارفين الطرق يعني مشاء الله كثيرة حتى منكم كثيرة يمكن عندهم حسابات وينصحون يعطون نصايح فشي شي طيب لو سمعت طريقة علاج النخالة الوردية نستخدم لكريمات مطبطة يعني نخالة الوردية نستخدم لكريمات كرتزون يعني والرؤوس السودة بالأنف شنو حلها أوكي الرؤوس السودة أي وحدة عندكم عندها رأس أسود الحين في البشرة نصيحتي إبرة معقمة إبرة تخياطة معقمة اسموني عدل وركزوا عشان لا تجين واحدة بعدين تقول والله ما شرحت لي أو أنه مثلا ما كان الكرام واضح هذه شغلة تسمونه في البيت أي وحدة عندها رأس أسود في البشرة أول شي خلت تحط إيدها عليها يعني أقول لكم بطريقة سمبل بطريقة سهلة حط إيدكم على مثلا طلع لكم دائما مثلا بالجبهة مثلا حط إيدكم عليها تحسون بارتفاع رأس أسود تحسون بارتفاع كأنها كتلة رأس أسود هذه الخطوة لو أعرفته أوكي تروحون أو شي تعقمون منطقة بكحول تعقمون أبرة تعقمون الأبرة كحول بعدين تروحون وتطقون يعني كأن دينما رولار عفوشون تجرحون البشرة طقوها تشي طقو هذه طقوا كانت تفتحون فتحة تفتحون فتحة في الراس الأسود طقوها طقية خفيفة يطلع لكم نقطة دم لا تحسون ما رح يترك حفر ما رح يترك أثر على ضمانتي لا حفر ولا أثر على ضمانتي ما رح يترك حفر ولا أثر طقوها طقية رح تطلع لكم دم خفيف يطلع نقطة دم بعدين تبسكونها وتضغطون الراس الأسود يمين ويسار شيء تضغطون تضغطون رح تطلع معكم كتلة دهون كتلة دهنية صغيرة كتلة دهنية رح تطلع معكم هذا هذا يعتبر أفضل علاج للبشرة ممكن تسوين الفترة هذه لأن الراس الأسود ممكن يتأكسد طبعا هو أساسا دهن تأكسد صار أسود ممكن ينتقل أو يتحول إلى آكني حبوب حمرة كبيرة إذا صارت حبوب حمرة كبيرة لازمون نحن طبيب جلدية وتعالجونا وتحطون عليها كلمة بديو ممكن يروح وما يروح وإذا راح تترك أثر تصبغات ممكن حفر بعد فالحركة هذه راح تنقذكم بشكل كبير أكتفي بهذه النصيحة الأخيرة لأنني ما بي أزيد في واحدة هني قاعد تكلم بالإنجليزي قاعد تقول اللي قاعدت مسجمالها تقول أم أجنست مايكرو نيدلينج ديرما رولر تقصد يعني تعفوين ديرما رولر تقول أم أجنست ضدها المفروض أن تروحون حق العيادة سبيشلست بالعيادة يسويها لكم أنا ما أدري أول شي على أساس متى تنصح النصيحة هذه لكن ممكن عندها تجربة سيئة ما نلوم الناس يعني لكن الديرما رولر الديرما رولر مصممة للاستخدام المنزلي وهذا الشي ذكرته ذكرته مع المذيع المحترمة أستاذ شيما رحيمي على قناة البحرين اليوم الصبح اسألتني السؤال هذا بصراحة اسألتني اسألة حلوة جميلة جدا يعني والمقابلة كاملة راح نزلها بعد شوي في اليوتيوب قناتي في اليوتيوب اسألتني عن أجهزة المنزلية وقلت له قلت له أن الديرما رولر مصمم للاستخدام المنزلي أحجام حجم ربع حجم نص مصمم للاستخدام المنزلي وحجم واحد في العيادات ودائما أنصح وأقول الديرما رولر أفضل من الديرما بين لأن الديرما بين هذا من زمان الحاجي الديرما بين لازم ترتسمون في العيادة أما الديرما رولر تستخدمونه منزليا الحين مع الحضر تبين لكم كلامي ان انتو بتحتاجون شغلة منزلية ما تحتاجون تروح لنعقل عيادات يعني انا ما احب الناس اللي رجولهم خفيفة واقدامهم خفيفة على العيادات فاحنا كطباء دائما يعني ما يفرحنا الناس بس يعني تروح لنعقل عيادة على اي شغلة ممكن كثير من الامور كثير من المشاكل كثير من العناف البشرة نقدر نخلصهم البيت يعني خلصهم وضع البيت هذا كلام قديم مو قبل الكورونا طبعا اقوله فالدرمو رولر علميا وكلينيكيا حجم ربع حجم نصف مصممة لاستخدام المنزلي فانما تطلع مثل اخت المحتربة قبل شوي قالت لي اما جينست ما اما جينست هذا رأي شخصي لكن رأي العلمي والطبي ورأي الطباء ورأي الناس كلها تستخدم في المنزل فتقون تستخدمون الدرمو رولر في المنزل عمول ما هذا موضوع موضوعنا تاخذون ابرات تقون فيها طقية خفيفة طبعا ما تدخلون الابرة في الوجه تنبتونها في الجبهة لا طقية خفيفة شدي طقية خفيفة بس تفتحون فتحة عسلما تضغطون يمي سار على الراس الاسود يطلع معاكم كتلة دهنية هذا تنظيف البشرة يسمونها فيشيل هذا هو تنظيف البشرة اساسا اما السوال في الكريمات والماسكات يحطونها لكم بعدين وشدي كاذا كلها افلام يعني كلها مع البيع لكن الاساس هو استخدام الكميدي اكستراكتر او ابرة ونطلع الكتلة الدهنية ماذا لدي ليش الناس بدل شو تكلموا انقليزي في اللوي العربي الحين I have pimples on the skin that I have Okay Okay والله ما رحيت على السؤال الكامل بصراحة بس السؤال كان غير واضح لكن أعتقد كان تسأل عن pimples عندها يعني حبوب الحبوب إذا في حبة حبتين Epidugel هذا هاته وراي دايما للمهمات الصعبة Epidugel إذا حبة حبتين إذا أكثر من حبة حبتين حبوب منتشرة لازم حبوب Doxocycline أو حبوب Isotretinoin لكن حبة حبتين تعامل معاهم عن طريق هذا طبعا نصيحة مهمة وأختم فيها اللي عندها حبة حمرة أو حبة يعمل تهبة ما تسوي الطريقة هذه إبرة وتطلع الدهن فيه لأن الحبة حمرة خلاص الدهن التهب لكن تكلم عن رؤوس السودة الرؤوس السودة تلاقون شيء أسود كأن تفخة طالعة بر رجل تلمسونها شيء مرتفع تشوفون شكله شوية فيه سواد خفيف مو أسود 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 لا سواد خفيف كأن أسود تعرفون السواد اللي يكون ورا الشيء الشفاف يكون كأنه فيه وميض أسود هذا الرؤوس السودة تطقونها طقية خفيفة تطلعونها هذا حل رهيب لمشاكل البشرة راح يحل لكم مشاكل كثيرة وهذا يعني راح يعفيكم أو يقيكم من الحبوب اللي راح تطلع لكم من هذا الرؤوس السودة أي راس أسود في البشرة عاجلا أم آجلا راح يتحول إلى حبوب حمرة ملتهبة كبيرة تسبب لكم تصبغات وتسبب لكم حفر فإذا شلتوها بالطريقة هذي طريقة الأبرة راح تحلون مشاكل كثيرة ببشرة طبعا بقماطقون الأبرة وتطلعون الدهن كريم فيوسدين بؤسد كريم فيوسدين بؤسد اندي يعد موجود والله ما أدروا هنا كريم بؤسد حطوا عليه مرتين في اليوم وده ثلاثة يام عشان لا تلته بالمنطقة تعرفون أي أبرة أي شيء يطقون فيه الجلد حتى لو الشيغل صغيرة ممكن يعني تجمع فيه بكتيريا فإنما الطهرونة بكحول الطهرونة بفيوسدين يعني راح نضمن النماي تصير فيه بكتيريا هذا الهدف منه أتمنى أن يكون اللايف اليوم مفيد لكم كل يوم قاعد تعلمون شغلات جديدة إن شاء الله بنهاية الحجر الصحي راح تكونون خصائيين في هذا المجال بإذن الله شوفكم على خير مع السلامة شكرا لكم